أهلا بكم صوتت الحكومة الإسرائيلية لصالح الاتفاق الذي يضمن إطلاق سراح بعض المحتجزين في غزة حيث من المتوقع أن تبدأ عملية التنفيذ يوم الخميس قررت الحكومة الإسرائيلية اتفاقا ينص على إطلاق حركة حماس سراح خمسين رهين تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين وإرساء هنة مؤقتة في القطاع الفلسطيني في الوقت ذاته تعهدت إسرائيل بمواصلة حربها ضد حماس في غزة فور انتهاء مفعول الهدنة وأصدرت حماس بيانا كشفت فيه عن تفاصيل ما وصفته باتفاق التهدئة مع إسرائيل وتضمن البيان وقف إطلاق نار مؤقت لمدة أربعة أيام بجهود قطرية ومصرية حثيثة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وأعلنت وزارة الخارجية القطرية نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر وأمريكا وإسرائيل وحماس والتي أسفرت عن تواصل الاتفاق هدنة إنسانية ستدخل بمجبئها القوافل الإغاثية بما فيها الوقود إلى القطاع مضيفة في بيان أن أعداد المفرج عنهم في صفقة تبادل بين الجانبين ستزيد في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق نقلت رويترز عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية عن مزيد من التفاصيل في اتفاق التهدئة حيث يشمل الإفراج عن ثلاثة أمريكيين من بينهم طفلة تبلغ أربع سنوات قريبة سيجري تضمينهم ضمن أول المفرج عنهم في اتفاق المحتجزين بين إسرائيل وحماس ومن بين تفاصيل الاتفاق سيتيح نظام التفتيش الصارم عدم استغلال حماس للهدنة للحصول على المزيد من الأسلحة